لسه مع أخبار القوات المسلحة مشاهديننا والنهاردة كمان تفقد الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة إجراءات مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعادل العسكرية عشان يتابع سير الاختبارات المختلفة المتحدث العسكري العقيد تامير الرفاعي النهاردة وفي بيان على صفحته على الفاسبوك أكد أنه الرئيس الأركان تفقد لجان الاختبارات المختلفة عشان يتأكد من سلامة الإجراءات وأكد على أن المعيار الأساسي لاختيار الطالب هو قدراته العلمية والبدنية والذهنية والشخصية اللي تؤهله للعمل داخل القوات المسلحة أكد كمان الفريق حجازي على ضرورة أن يكون لدى الطلبة المتقدمين القناعة التامة بأن القوات المسلحة تنتقي رجالها من بين أبناء الوطن بكل حيادية كمان الأفضلية بتقول العناصر القادرة بالفعل على اكتياز الاختبارات المختلفة وفق طبعا المعايير اللي بتحدد ومن غير النظر لأي اعتبارات تانية